السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومرحبا بالجميع دائما فلوغ جديد اليوم الثالث ان شاء الله رحمة الرحيم على مستوى الملعب دياننا محافرة سنعمل 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 اشتركه انا نضع سوف نقوم بعمل لون العربي لانتيروي لذا لا يتصدر لأنها نحظة البحر سوف نقوم بعمل لون الوقت الذي يقرأ بنا الذي هو الوين الأزرق وكذلك هنا هنا نقوم بعمل الطميس لا يجب ان نقوم بعمل نحن نقوم بعمل لان نقوم بعمل لذلك تريد أن يجب يجب أن يكون هناك شيء حق الزراعي نبدأ في الوسط لكي نرى الأسفل يجب أن نرى الأسفل بين الألين والترطور شكراً لكم على شجاعتكم هذه هي السبعة الزرخة التي سوف نرى كما قلت قبلها هو اللوغو في الجمعية بالصراحة دائما الجو سيكون بارد على مستوى في العشية المساء دائما ما نحن نقلل فنا ونحن نرى النتيجة سوف نفرحها بثاف دائما نشكروا الأخوان الشباب الذين يعانوننا على مستوى الجمعية أعلم جيداً أن هذا عمل شق جميعاً اقشح في الجمعية وفى إيجادة وفى البلدنا نشوف الجديد هو أننا اليوم نعمل على طميسات التغربية للرملة يجب أن نغربها جيداً ويجب أن يفوتوا ويجب أن يأخذنا شيئاً ويجب أن نحكي بشكل جيد ويجب أن نعود أن نصبقهم ويجب أن يكون كل شيء جيد كان هناك الكثير من التغربية ويجب أن نصبقهم ويجب أن يتقاسهم ويجب أن نعودهم لأننا نحضر بحرة ضرورية ويجب أن نصدق بكثير ويجب أن نتقاسهم ويجب أن نحضر حقالتها لأنه يخصون حقاً ويجب أن نشأد الحديد ويجب أن نكون منحفة المستوى الآخر ولكن لا تلاحظوا فهو ليس الوضع لا يوجد أي مشكلة ويجب أن نعرف في نهاية قرائية لكني أرسلت في بورسة لفترة الصباحية تشب الاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة